مرحباً بكم الجديد. مرحباً. طبعاً نبقى مع مؤشر الـ PMI في الصين. طبعاً هناك قراءات مختلفة للأسواق. الكثير من المحللين يرون أن هذه الأرقام تشير إلى نوع من التعافي المتواضع في الاقتصاد الصين. خاصة بعد تراجع النمو الـ GDP في الصين في الربع الثلاث من العام. ولي الربع السابع على التوالي إلى 7.4 في المئة. هل تعتقد بالفعل أننا بدأنا أن أشهد ملامسة القاع بالنسبة للأقتصاد الصيني قبل العودة للإنطلاق من جديد؟ على الأقل خلال السياسات الماضية نوعاً ما تعطي نوع من التفاؤل ممكن أن نقول. على الأقل في الصين من خلال تخفيضها معدلات الفائد ومعدلات الفائد على البدائع. حتى نسبة الاحتياط الإنزامي كانت خلال فترة الصيف. نوعاً ما أعطت نوع من الارتياح للأسواق. لكن هل التباطئ قد يستمر؟ هنا تعتمد نوعاً ما على العوامل الأخرى. ليست فقط في الصين. وإنما نحن نعلم جميعنا أن الاقتصاد الصيني تأثر بشكل أو بآخر من تأثيرات خارجية. على الأقل كانت أولها من الولايات الاتحاد الأمريكية. ثانياً من دول الاتحاد الأوروبي. بعنم في آسيا بشكل عام. فنوعاً ما معظم التباطئ في الاقتصاد الصيني هو نتيجة كان لأمور خارجية وليست داخلية. لكن السياسات الحالية المتخذة نوعاً ما هي تعطي نوع من الإيجابيات. لكن بشكل أو بآخر أيضاً المزيد من التحفيز أو المزيد من الإجراءات. ممكن أن نراها خلال الفترة المقبلة. في حال شهدنا استمرار في انخفاض معدلات الضخم بشكل متسارع الذي نشوفه في الحالي. بفعل وردين الكثير من المحللين يرون أن الصناع القرار والسياسيون في الصين يجب أن يركزوا بشكل أكبر على السياسات الاقتصادية في الفترة القادمة. ما الذي تتوقعه الأسواق من أساس أو صناع القرار في الصين على الجانب التحفيزي على الأقل؟ على الأقل هي كما ذكرت. أنا أقصد غير الحلول التقليدية التي أشرت إليها قبل الخليل والمتوقع على الانطاق نواسع. ما الذي يمكن أن تفاجئنا به الصين في سياساتها؟ تفاجئنا في الصين من الممكن أن تقوم من جديد برفع البان على اليوان الصيني كما حصل خلال الفترة الماضية. همش تذبذب؟ بالأكيد. لهذا طبعا ما سيغضب الولايات المتحدة الأمريكية من جديد لأنه طبعا رفع البان سيؤدي إلى رفع التذبذب اليومي. وهذا يعني أن الدين الأمريكي سيكون عرضة للارتفاع والانخفاض بشكل كبير وبشكل يومي. لأنه دائما الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الصين منذ حوالي 30 عام برفع 5% من قيمة اليوان. لكن الـ 5% بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مليارات الدولارات. لأنه نعلم أن الصين هي الحامل الأكبر للسندات الأمريكية. لكن رفع البان من الممكن أن يصل. لكن سيعطي نوع من أو يعني كلمة رفع البان أو رفع تذبذب اليومي. هو رسالة من الصين كان خلال الفترة الماضية. لأن الصين قد تعبت من تبعات الأزمة المالية العالمية. هذا أكثر ما أتوقع. لكن أن نعطي أو تعطينا الصين شيء جديد أو شيء نوعا ما مفاجئ للأسواق. نوعا ما لن نعتقد أن الأسواق بحاجة للمفاجئات في الوقت الحالي. فأي قرار من الممكن أن يتخذ سيكون له تلميح أو سيكون له نوع من القاعدة الأساسية قبل الإعلان عنه. نبدل بالنسبة للعملات برأيك كيف تتأثر بمثل هذه البيانات الاقتصادية. خاصة بالنسبة للعملات الشديدة الحساسية للأرقام الاقتصادية والصينية تحديدا. وعلى رأسها الأوسي أو الأوسي أو الأسترالي. الدولار الأسترالي لازلنا يستفيد مع استفادته من السلع. بالرغم من أنه شاهدنا المرة خلال الأسبوع الماضي انخفاض في أسعار الذهب. انخفاض في أسعار النفط. إلا أنه الدولار الأسترالي حافظ على مستوياته. على الأقل فوق مستويات الدولار. في حدود دولار أربعة سنتر. وصلنا إلى خلال الفتر الماضي مستويات حوالي المساواة مع دولار الأمريكي. لكن عدنا للارتفاع من جديد. الحساسية دائما تكون ليست فقط بالأرقام من الصين. بينما على سبيل المثال يوم أمس حصل شيء مهم جدا. في عنا الأرقام التي هي ADP نانفارما أو أرقام القطاع الخاصة التي تظهر اليوم. يوم أمس تم الإعلان عن بريس ريليس أو بيان غير مجرد. في الولايات المتحدة بين طلبات الإعناس الوضعي. بتأكيد. نوعا ما البيان غير مريح. لأنه تم تعديل بهذا البيان. قالوا أنه تم تعديل أرقام شهر سبتمبر الماضي. التي كانت 162 ألف وظيفة إلى 88 ألف وظيفة. وذلك لسبب مهم. قالوا ذلك. أن هناك نظرية جديدة في حساب هذه الأرقام. كما ذكروا أن الأرقام حتى 88 ألف سيتم تعديلها اليوم. ساعة 12.30 أو 12.30 بتوقيت جرينج. فالسؤال الآن في حال تم التعديل بناء على نيوم مثيدولوجي. وكيف في حال تم التعديل الآن من 182 إلى 182. كم سيكون التعديل على أرقام الوضائف يوم الجمعة المقبل. في حال تم الإعلان عنها. لأنه من الممكن أن يتم تأجيلها بسبب الإعصار. فحساسية الأسواق يوم أمس كانت كبيرة جدا. على الأقل في هذه الأرقام شاهدنا عند الإعلان عن ذلك. ارتفاع في أسعار الذهب وصلنا إلى 1525. كنا ندول عند 1517. لكن تغيير. 1720. لكن تغيير في هذه المهاجية. منهاجية احتساب أو حساب هذه الأرقام. أرقام تدخم ومعادلات الأواثن. أرقام الوظائف في الولايات المتحدة. وإعانات الوظائف وخلق الوظائف الجديدة. من شأنها أن تربك ربما كل الأسواق. خاصة تلك التي تتحدى السلع المقاومة. بما في ذلك الذهب الذي أشرفت إليه. كذلك النفط والسلع الأخرى. صحيح. عندما نظرنا هذا كان الحكي حوالي ساعة 11 بالليل. يوم أمس. تأتت الأخبار. نظرنا إلى البيان. بالحساب الجديد. نوعا ما مش موضح بشكل كبير. لكن الشيء الذي فهمناه أنه بالنظرية الجديدة التي يتم الاحتساب فيها. هناك إذا حسبنا على مستوى التاريخ أو على مستوى السنة الحالية. هناك خطأ بأكثر من 360 ألف وظيفة. وهذا يعني مش مزحة. 360 ألف. بالنسبة للشيء على الأقل الذي فهمناه من الترتيب الجديد. لكن إذا تم هذا الحكي إذا كان صحيح. لأنهم قالوا سيتم تعديل أيضا حتى أرقام 88 ألف. سيتم تعديلها مع الإضاح حول كيفية الاحتساب الجديد. قد تكون ضربة موجعة لأوباما كذلك في السلاحة. هو ضربة موجعة موجعة لأنه إذا تم تعديلها من 162 ألف إلى 88 ألف. فإحنا كل تقرير الوظائف خلال شهر سبتمبر الماضي في القطاع غير الزراعي جاب 114 ألف. فإذا تم تعديل حتى أرقام النانفار بيرول. من الممكن أن نرى أن هناك احتمال أن يكون مثلا في 10 ألف وظيفة فقط. إذا كانت حسب ما فهمتها الأسواق. فنوعا ما هي الأرقام بشكل أو بآخر. الأرقام اليوم وأرقام يوم الجمعة ستحدد نظرة الناخب الأمريكي. ممكن أن نقول نحو أوباما. لكن بالنهاية الجرائد المحطات التلفزيونية كتبت عن أوباما أنه انخفضت نسبة البطالة في عدد أوباما إلى حوالي 7.8. هذا شيء نوعا ما يعتبر جيد. لكن لازل هناك أسبوع فاصل عن موعد الحسن. لا ننسى أن هناك شق سياسي في الموضوع. بالفعل هذا المقتوري. وكان أسأل أسأل عنه. توقيت هذا التعديل في منهجية الحساب. توقيت شيء لأوباما. لكن يجب أن نسأل عن السبب الذي قاموا بذلك. طبعا قالوا أيضا بتعاون مع موديز. مع شركة التصنيع أو وكالة التصنيع الإتماني. لكن بالنظر إلى التاريخ دائما. لا تستغرب في يوم الجمعة المقبل. لو رأينا مثلا أرقام 200 ألف بالنسبة للوظائف. لأنه بالنظر إلى التاريخ هناك شق سياسي دائما. عند الوصول إلى أو قبل الإعلان عن النتائج أو قبل الانتخابات الأمريكية. في العادة ما نرى ارتفاع في الأرقام الاقتصادية طبعا. كما حصل على الأقل في أرقام ثقات المستهلكين. عدنا إلى أعلى مستوياتنا منذ العام 2007. يعني عدنا لقبل الأزم المليل العالمي في ظرف أشهر طبعا. ما الممكن أن نقول أنه هناك تأثير لتيسير الكمي. لكن ليس بهذا الشكل الكبير المبالغ فيه من الممكن أن يكون. لأنه الجميع يعلم أنه في كل العالم الآن لا يوجد هناك ثقة للمستثمرين أو للمستهلكين. كما كان الحال عليه قبل 2005 أو 2006. الأسواق ليس ناقصة. بأكد.